اشتركوا في القناة من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج استكمالا لجهود المملكة في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كما عملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير استراتيجية البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة متمثلة في عدة مسارات تم تصميمها بما يتوأم مع أولويات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة وتشتمل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على ثلاث ركائز استراتيجية تمثلت الركيزة الأولى في التركيز على التوعية والإعداد للمبتعثين لتصليط الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم العلمية والعملية في الجامعات الدولية حسب المجالات المختلفة أما الركيزة الثانية والتي تعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا من خلال الابتعاث للمسارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية حسب التصنيفات العالمية وتأتي الركيزة الثالثة متمثلة في المتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين من خلال الإرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل أو المؤسسات البحثية داخل وخارج المملكة وتأتي استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بأربعة مسارات لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها حيث يستهدف مسار الرواد ابتعاث الطلاب إلى أفضل ثلاثين مؤسسات تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالمياً في جميع التخصصات مما يساهم في تمكين المبتعثين السعوديين من التميز والمنافسة عالمياً في جميع المجالات بينما يركز مسار البحث والتطوير والذي يعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم محققاً بذلك التأهيل والتمكين لتخريج علماء المستقبل كما يعمل مسار إمداد على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل مئتي جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة وآخر هذه المسارات هو مسار واعد والذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة من خلال تدريب الطلاب المبتعتين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالمياً في القطاعات الواعدة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية استمراراً لجهود المملكة لرفع جاهزية المواطنين للاستعداد للمستقبل وتعزيز منافستهم عالمياً هذا وسيكون التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بمساراته الواعدة من خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم ترجمة نانسي قنقر